هيمن ملف التجارة الدولية على اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين والذي انتهى الى الدعوة لتفعيل الحوار والتعاون لمواجهة النزاع التجاري الذي قد يهدد نمو الاقتصاد العالمي واحدد البيان الختامي اهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تزايد حالة الضعف المالي والتوترات التجارية والجيو السياسية بجانب الاختلالات العالمية وعدم المساواة والنمو الضعيف هيكليا البيان تطرق ايضا الى المخاطر التي تواجه الاسواق الناشئة كتزايد حدة التقلبات في الاسواق وتسارع خروج رؤوس الاموال لاسوأ مستوى منذ نهاية عام 2016 واكد وزراء المالية على تعهدهم في اجتماع مارس الماضي بشأن سعر الصرف والامتناع عن خفض قيم عملاتهم لتحقيق مزايا تنافسية التعهد جاء في وقت تزايدت المخاوف من حرب العملات بعد تصريحات لترامب اتهم فيها الاتحاد الاوروبي والصين بالتلاعب في عملاتهم بجانب انتقاد السياسات الفيدرالي وقوة الدولار الامريكي واجمالا فان البيانة هذه المرة اظهر مدى القلق بين صناع القرار ازاء تهديدات النزاع التجاري الذي قد يقلص نصفا في المئة من وطيرة نمو الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي ترجمة نانسي قنقر